اشتركوا في القناة منزلة الجبهة وهي للصلح والاتفاق الشركاء والضغط على العدو رح يمكت فيها حتى تمام ساعة خمسة وتسعة دقائق من صباح يوم الثلاثاء لا ينتقل بعديها إلى منزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح طبعا القمر لما بيكون موجود في برج دائما نكتسب إحنا كلنا كل الأباج بعض الصفات من هذا البرج أو الصفات الأساسية من هذا البرج بتصير غالب أو الطبع غالب علينا إحنا ككل فبما أنه هو موجود في برج الأسد فجميع الأبراج بالفترة هاي بيشعروا أن الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حليجي ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين إلنا بالنسبة للزوايا الفلكية عنا اليوم ثلاث زوايا فلكية أول زاوية هي زاوية التسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الظهرات وهاي رح تكون في تمام ساعة عشرة واثنين واربعين دقيقة قبل الظهر بتوقيت جرينج بتأجج العاطفة اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 وثلاث دقائق قبل الظهر برضو ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 22 و28 دقيقة قبل العصر من واجه مصاعب وعراقي لبتطلب مننا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بالنسبة للقمر بما أنه موجود بالأسد معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة 19-5 بيبدأ في تمام الساعة 7 و12 دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة 58 و58 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع 7 أيام في تمام الساعة 6 و51 دقيقة صباحا بيصبح ثمان أيام نسبة الإضاءة بتصير أربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيدة بنسبة عشر في المية القمر في الأسد حتى يوم تسعة عشر خمسة اليوم منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم تسعة وعشرين خمسة سعيد بنسبة 60% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 2-6 سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 11-6 سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم هاي فترة مثمرة إيجابية اليوم ممكن تنجح في حمل الترويج عشان هيك لازم تكون اليوم جريء في طرح أي أمر أنت بدك بتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي اليوم ممكن تتلقى الجواب أو عرض بيكون لصالحك طبعا هذا من الأيام المميزة لك لأنه جيد على المستوى العاطفي على مستوى الحضوض على المستوى المالي على المستوى التجميلي برضو برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تلمس نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العائلي ممكن تتخلى عن مواقفك المتحفظة أهم إشي أنك تتجنب العمليات الجراحية خلال هذا اليوم وحاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة استشير طبيبك وراقب صحتك وبرضو انتبه لشؤونك العائلية بشكل كبير برج الجوزة بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج فيه نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم إشي أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك الزيارات والتنقلات اليوم طبعا هذا بدل على أنه يوم نشط جدا بالاتصالات والتحركات وبرضو بقدرة الإقناع برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي يعني على الأغلب بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة اليوم ممكن تعالج استحقاق مالي أهم إشي أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي أنك تتفعل رتب أمورك المالية بشكل جيد وحاول أنك تقلل من مصاريفك اللي مقلها داعي برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي بتقدر اليوم توضح وجهة نظرك أو الاهتمام بمظهرك ممكن تشعر بالحماسة للزيادة عن اللزوم يعني عندك نشاط عالي اليوم ممكن بعضكو ينشغل بوضع حجر أساس لمشروع أو لمناقشة أو لموضوع معين اليوم بتمتلك أنت الأفكار الباهرة وحلول مذهلة حاول أنك تبدأ صفحة جديدة في حياتك واستغل هذا النهر برج العذرة طبعا القمر موجود بالأسد يعني بيت متاعبكم فعشان هيك هذا مش من الأيام المميزة لكم بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حاضروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أعمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار اليوم ولا تكون لجوج لأنه ممكن يخذ لك الحظ فعشان هيك حاول أنك تمشي هذا النهار بشكل روتيني وانتبه لصحتك برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء خلال هذا النهار هذا يوم مميز على المستوى الاجتماعي حاولوا تستغلوه منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة خاطر اليوم ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وممكن برضو لقاءاتك اليوم بتلاقي نوع من أنواع الدعم أهم إشي أنك مات ماطل حاول أنك تتشجع على العمل الجماعي وفي نفس اللحظة حاول تنجز أمورك المهمة قبل وصول القمر لبيت المتاعب برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل ولكن بما أنه القمر موجود في بيتك العاشر له بيت السمعة بدك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها حاول أنك تنجز أعمالك بشكل كامل حاول تخلي علاقتك جيدة مع رؤسائك وزملائك بالعمل هاي الفترة جيدة لتعزيز سمعتك مش تخربها برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتك في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتسافر في رحلة أو ممكن تفرح لانفراج أو تسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة عندك اليوم حيوية ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط وخصوصا مع الأشخاص إما الأجانب أو لا نقاشات فكرية مثلا أو حتى لا أمور إلها علاقة بالامتحانات اللي عنده أي أمور إلها علاقة بالسفر أو وثائق السفر اليوم بيقدر يستغله برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي عادة من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى بتكوا تحذروا من أي شراكة مالية جديدة بتناقش مواضيع إلها علاقة بتمويل إلها علاقة بقرض ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها إذا اجتهدت في هذا الموضوع بتناقش مواضيع مهمة وبتجتاز امتحانات صعبة عالج الشؤون العائلية المهمة اليوم بشكل جيد ممكن تظهر بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما بالعائلة يعني مصاريف عائلية أو لا على أحد الأحبة برج الدلو اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم القمر مقابلك تماماً وبما أن القمر مقابلك معناته طاقتك ضعيفة فاليوم حاول أنك تستغله في تدعيم شراكاتكم الشراكات العاطفية اللي هي ما بين الأزواج أو الأمور إلها علاقة بالزواج بين الخطبين أو بين شركاء المال هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر ولكن بتكون تحاضروا من الخلافات ما تضخم الأمور يعني شوي أنت بتبدو مرها في الإحساس متوتر بسبب قلق ما من مسألة ما حاذر إثارة العداوات والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وممكن تثير النفور للأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم بسبب تسرعك في بعض الأوقات برج الحوت طبعاً اليوم القمر موجود في البيت السادس اللي هو إله علاقة بالصحة وإله علاقة بالعمل فعشان هيك اليوم ممكن يبدأ العمل بالتراكم تدريجي أو يصير في عندك أعمال كثيرة بحاجة للاهتمام أكثر إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم راحتكم ما تهمل الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعي ظروفك الصحية إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك كون دقيق ومنظم ومراعي لظروفك ولا معنوياتك لأن الأجواء ضاغطة شوي ولكن في فرص أنك تستغلها حتى ممكن تحسن العلاقة ما بينك وبين زملائك في العمل أو تقدم على عمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر